مساء الخير لليوم الثاني على التوالي فرضت وفاة رئيس مجلس النواب الأسبق أحسين الحسيني نفسها في الداخل اللبناني السيد عاد اليوم للمرة الأخيرة إلى مصطة رأسه شمستار التي استقبلت جثمانه بحزن ولوعة مثل ما كان الحال في المدن والقرى التي عبرها الموكب انطلاقا من بيروت رحيل عرابة اتفاق الطائف أحدث ما يشبه الهدن على المستوى السياسي وفرض تعديلا في جدول أعمال الأسبوع الحالية بحيث رحلت محطات الاستحقاقات الرئيسية برلمانيا وحكوميا إلى الأسبوع المقبل فجلسة مجلس النواب الحادية عشرة التي كانت مقاررة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية أرجئت إلى الخميس المقبل وجلسة مجلس الوزراء المرتقبة يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيم ميقاتي الإعداد لها وسط إصرار منه على عقدها من دون أن يسأل من يمكن أن يحضرها أو يتغيب عن حضورها وفق ما قال بنفسه ومن المعلوم أن ميقاتي كان قد وزع مشروع جدوى الأعمال الجلسة المرتقبة والذي يتضمن ثمانية بنود تتسم بطابع ملح وتتصل بمعظمها بالكهرباء على مستوى الحراك الدبلوماسي الخارجي باتجاه لبنان أعلم أن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان سيبدأ مساء اليوم زيارة لبيروت يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة